اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة دورة تعليم برنامج اكسل في هذه الدورة رح نتعلم دوال الوقت والتاريخ طبعا لو رحنا على قائمة صيغ رح نلقى انه البرنامج مقسمنا الدوال والمعادلات على شكل مجموعات مثلا مجموعة جميع تلقائي اللي هي نفسها المجموعة الدوال الرئيسية في الصفحة الرئيسية والعناصر المستخدمة مؤخرا آخر الدوال اللي احنا مستخدميها مالي اللي هي الدوال المالية منطقي الدوال المنطقية ونصي اللي هي الدوال النصية التاريخ والوقت اللي هو الدوال الخاصة بالتاريخ والوقت بحث وإشارة رياضيات مثلثات دوال إضافية أو دالات إضافية طبعا إحصاء هندسة مكعب معلومات توافق إن شاء الله في هذه الدورات راح نتعلم أغلب هذه الدوال دوال المهمة راح نتعلمها ونناقش طريقة استخدامها وناخذ تطبيقات عملية على هذه الدوال اليوم إن شاء الله راح نبتدي بدوال الوقت والتاريخ طبعا دوال الوقت والتاريخ دوال مهمة وفي نفس الوقت سهلة جدا طبعا عندنا أول دالة اللي هي ضيفنا تاريخ اليوم طبعا دالة اسمها today طبعا أحدد الخلية اللي أريد أضيف بها تاريخ اليوم وأروح على دوال الوقت والتاريخ وأضغط على الدالة today راح تطلع لي هذه الرسالة ينبهني يقول لي إن الدالة ما بيها وسيطات يعني شنو وسيطات؟ يعني ما بيها مكونات طبعا مكونات الدالة أو طريقة بناء الدالة يساوي اسم الدالة فتح قوس الفتح وقوس الإغلاق وبين القوسين مكونات للدالة طبعا هذه الدالة من الدوال الشواذ لا تحتوي على مكونات يعني فقط قوس الفتح وقوس الإغلاق ومن ثم موافق راح تضيف لنا تاريخ اليوم طبعا تاريخ اللي يضيفه يعتمد على تاريخ الحاسبة بعد لدينا دالة أخرى من ضمن دوال التاريخ الوقت اسمها now now الآن هذه الدالة تضيف لتاريخ الآن تاريخ الآن هو تاريخ اليوم بالإضافة إلى وقت الآن وقت اللحظة راح تضيف لي التاريخ زائدا الوقت هذه اللي هي الدالة now يعني هنانا الدالة today اللي هي تضيف لتاريخ اليوم والدالة now وضيف لتاريخ الآن طبعا نظني الدالتين من الدوال المهمة والضرورية في استخدام برنامج Excel طبعا حتى نضيف الدالة ممكن أنه حتى نضيف الدالة ونطبقها ممكن أنه منصيغ التاريخ والوقت ونختار now أو today أو ممكن نبنيها من خلال شريط الدالة هذا عندنا شريط الدالة اللي هو الـ FX راح ناخده إن شاء الله ونتناوله بشكل واسع في المحاضرات القادمة طبعا حتى نبنى الدالة نغير إنجليزي نكتب يساوي نكتب اسم الدالة مثلا today t-o-d-a-y طبعا قلنا نفتح قوس ونسد القوس ونغلق الدالة بعدها يأما نضغط على علامة الصح هذه علامة الصح يأما نضغط enter راح يطبق لنا الدالة إذا قدنا نطبق الدالة now يساوي now w نفتح قوس ونسد القوس وبعدها نضغط على enter راح يضيف لنا تاريخ اليوم يعني أغلب الدوال نقدر نطبقها يأما بطريقة شريط الدوال يأما بطريقة صيغ طبعا عدنا ست دوال متشابهة في العمل هذه ست دوال اللي هي من ضمن دوال التاريخ والوقت هذه فائدتها تجزئة الوقت والتاريخ يعني شنو؟ يعني عدي هنا السنة الشهر اليوم الساعة الدقيقة الثانية يعني هذا الوقت يتكون من سنة وشهر ويوم ودقيقة وساعة وثانية ممكن أنه استقطع السنة من هذا التاريخ يعني أنه هذا التاريخ السنة الخاصة به هو 2018 ممكن أنه استقطع 2018 أخليها بهذه الخلية فقط شلون؟ أحدد الخلية اللي يريد أضيف بها السنة وأروح على تاريخ الوقت بعدها أختار الدالة يير الدالة يير فائدتها تستقطع للسنة من هذا التاريخ طبعا رح يطلب بنعدل برنامج أنه أحدد الخلية اللي بيها التاريخ اللي أريد أستقطع من عدة السنة بعدين موافق رح يطلع لي هنا 2018 الشهر أروح على صيغ التاريخ والوقت وأختار مونث طبعا دالة مونث أحدد التاريخ اللي أريد أستقطع من عنده الشهر بعدين موافق طلع للشهر ستة اليوم اللي هي دالة دي نحدد التاريخ اللي أريد أستقطع من عنده اليوم بعدها موافق الساعة الساعة التاريخ والوقت وأختار أور أحدد التاريخ اللي أريد أستقطع من عنده الساعة موافق الدقيقة التاريخ والوقت وأختار دالة منت أحدد التاريخ اللي أريد أستقطع من عنده الدقيقة موافق موقع الثانية طبعا الثانية مخفية هنا أنا موجودة بس مخفية راح نظهرها من خلال التاريخ والوقت ونختار الدالة ساكوند نحدد التاريخ اللي أريد أستقطع من عنده الثانية وراح البرنامج يجزئ لي هذا التاريخ إلى أجزاء من خلال الدوال اللي شرحناها طبعا بنفس الوقت نقدر نطبق هذه الدوال بطريقة شريط الدالات يساوي يساوي ير ممكن اختار ير طبعا اقدر اضغط على المفتاح تاب المفتاح تاب رح ينطيني تنبؤات اختيارات البرنامج المفتاح تاب رح اقدر استخدم او اختار الدالة اللي انا اريدها رح يختار ليها بالشريط طبعا رح يطلب من عندي سيريال نمبر واحدد التاريخ اللي اريد استقطع من عنده السنة بعدين اضغط على علامة صح وقبل لا اضغط على علامة صح اسد لقوس الخاص بالدالة بعدين علامة صح او انتر وهكذا اقدر اطبق بقية الدوال مثلا الدالة منث طبعا لازم اول مرة بالبداية يساوي منث م او واختار منث طبعا اقدر تاب واحدد الخلية اللي اريد استقطع من عندها الشهر بعدين انتر وهكذا اقدر اطبق بقية الدوال ادنا دالة من دوال الوقت والتاريخ اسمها E-Date E-Date اللي هي Expire Date اي الفترة بين تاريخين يعني شون الفترة بين تاريخين لما اختارها رح يطين Start Date و Month طبعا لو نقول هنانا هنانا نقول الدواء تاريخ الصنع او الانتاج مدة الصلاحية تاريخ النفاذ طبعا هي النفاذ بالدال وليس النفاذ ولكن انا عرفن راح اكتب النفاذ طبعا الدواء مثلا برا سيتي مول تاريخ الانتاج واحد واحد الفين وثمانطعش مدة الصلاحية ستة اشهر مثلا دايكلوجيسيك دايكلوجيسيك مثلا قطرة اثنين اربعة الفين وثمانطعش مدة الصلاحية ثلاثة اشهر طبعا هذي معلومات تقريبية بس حتى ابين لكم انه بالصيدليات شون يشتغلون مدة الصلاحية طبعا حتى طلع تاريخ النفاذ لازم احسب شوك تنتهي هذا الدواء او تنتهي صلاحية هذا الدواء من خلال الدالة E-Date احدد الخلية اللي بيها تاريخ النفاذ واروح على تاريخ الوقت اختار E-Date طبعا E-Date راح يطلب من عندي Start Date وموانف ال Start Date اللي هي تاريخ الانتاج وموانف اللي هي مدة صلاحية وموافق راح يطيني هذا الرقم هذا الرقم هو رقم تسلسلي يرمز الى الارقام او عدد الايام من بداية انشاء الارقام الالكترونية 1900 لحد الان طبعا حتى نغير الى تاريخ فعلي نروح على الصفحة الرئيسية ونختار تاريخ مثلا تاريخ مختصر فاذا هذا الدواء اذا اضيف 6 اشهر على هذا التاريخ راح ينتهي يوم 1-7-2018 اعيد هذه الدالة اعيد استخدامها طبعا اقدر ااني من خلال الهاندل اللي شرحناه سابقا نقدر نطلع بقية النتائج ولكن انا راح اعيدها حتى صير الفكرة واضحة نقول مثلا نروح على صيغ التاريخ الوقت ونختار E-Date ومن Start Date راح نحدد تاريخ البداية ومن المنث نحدد الصلاحية مدة الصلاحية وبعديا موافق حتى نغير هذا التاريخ الى تاريخ فعلي نروح على الصفحة الرئيسية من عام نختار تاريخ مختصر مثلا بعدها اوكي راح تبطينا مدة الصلاحية طبعا هذه الدالة مهمة وان شاء الله راح ناخذ لها تطبيقات اخرى ممكن انه انا اضيف دواء جديد مثلا اسبرين تاريخ الانتاج 15-6-2018 مدة الصلاحية شهر اسوي هاندل لهذا الدواء راح ينطيني تاريخ النفاذ واجب هذه المحاضرة هو اضافة تاريخ اليوم بشكل آلي من خلال الدالة وان بشكل آلي وتجزئة هذا التاريخ من خلال الدواء day و year و month و hour و minute و second نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة